خرج القادة الأوروبيون من قاعة الإجتماعات في بروكسل من دون توفق على إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027 لتقوية شوكتها العسكرية في وجه الجيش الروسي. والسبب في ذلك هو رفض رئيس الوزراء الهنجري فيكتور أوربان إذ استخدم حق النقد الفيتو لتعطيل الميزانية وقال على منصة إكس إنه فرض فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا وعلى مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات لافتا إلى أنه سيعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة وفق تعبيره. هذا الموقف الهنجري المتشدد تجاه كييف ليس الأول من نوعه حيث رفضت سابقا تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة لتعزيز موقفه ضد الجيش الروسي. ورغم هذه الضربة الموجعة لكييف بشكل مؤقت إلا أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعث برسائل طمأنة لأوكرانيا. أود أن أرسل إشارة إيجابية ومطمئنة لأن لدينا الأدوات التي تضمن أننا جديرون بالثقة وأن الأوكرانيين يمكنهم الاعتماد على دعمنا. هذا التعثر الذي تواجهه كييف في الحصول على دعم عسكري أوروبي يأتي بالتوازي مع فشل البيت الأبيض في تمرير حزمة مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني. إذن كييف وجدت نفسها في مأزق عسكري خاصة بعد تحولها من الهجوم المضاد إلى الدفاع. وتأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العملية العسكرية مستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف.